ازايكم عاملين ايه معكم قناة ابتكرات ميرا الاول مرة بشوف قناتي اشتراكوا فعالوا الجرس عشان يصلكوا مني كل جديد هنعمل النهاردة قاعدة تدويل للجراكل بتاعة الكولور او الصابون بتاع الموعين انا حددت كده بالقلم الرسمة اللي انا عايزاها وهبتدي افرخها بالمشرط تابعوني هنعمل بيه منظمات حلوة قوي وجميلة للبيت وسهلة قوي وعملية ومفهي الشغل كتير هنفرخ كده انا هنا بفرق بالمشرط في الاماكن اللي انا محددة فيها بالقلم طبعا انا الرسمة مساعداني من قدام عشان فيها تدويرة لو مربع من قدام ممكن يعني هو على حسب التخيل اللي انت متخيله في الجركن بتاعك وبرضو بتحكمك التفاصيل بتاع الجركن كل جركن غريب تاني هفرقه كده بالشكل ده انا عايزة زي يبقى عامل زي الرف وليه حوامل من الجنبين كده هو ابتدى نفرغناه شوية ابتدى يبن شكله شوية لسه الشيرتين اللي من الجنبين دول لسه هرفحهم كمان ومتساويين عشان يبقوا حامل للرف بتاعي وهننضف اي زوايد بالمشرط شغاله هو لسه بالمشرط وهنرفع الجوانب زي ما اتفقنا عايزة هم يبقوا على قد ما نقدر سمكهم يبقى متساوي نزبط كده بالسانتري وبالقلم ونبتدى نشيل في الزوايد واحدة واحدة بالمشرط لغاية ما السطح يبقى متساوي بتاعي كده اول واحدة خلاص خلصت خالص انا عايزة اقررها اعمل كده واحدة طبعا فهيبقى سهل جدا علينا بعد كده هحط جواها كده الجيرك البتاعي لان طبعا كلهم نفس السايز والشكل بعد كده من الكمبين بحطة سوليتب كده عشان الشريتين دول ما يتحركوش ويدايقونا واحنا بنفرقها او نعلم الاول او لو عايزة تشتغل على طول اوكي ينفع برضه بالمشرط هنا انا بفرق ومشي على حدود الجيرك الاولين اللي انا قصيته بالشكل ده بكل سهولة كده خلاص اتفرق طبعا هيبقى في شوية زوايد هنشيلها ونظفها بعد كده بالمشرط بس كده هيبقى سحل شوفوا هنا بقى انا عملت كده واحدة ازاي بكل سهولة تعملوا الاساس الاول وتصبطوا مقاساته وبعد كده بعمل عليه بقية المقاسات والشرايط هنا لازم اطوالها تبقى واحدة هنيجي بقى في الشرايط اللي احنا عملناها حاجة سخنة كده المقدي اسمها اللي هي الكوية اللي هي اللي بيلحموا بيها الاصدير وكده بس انتو ممكن تستغنوا عنها بمثلا حاجة سخنة تسخنها على النار وتخرموا بيها انا هنا خرمت خرمين متسوين على قد مقدر فاول الشرايط بعد كده بالمشرط هنضف البلاستيك السايح حوالين الخرم ناخد بنا كويس طبعا احنا هنعمل كزا دور في بعض وعلى حسب العايز ثلاثة اربعة براحته هنيجي من تحت لازم تزبطي الاطوال اللي انت هتحطي فيها تلزائي فيها الشرايط اللي احنا عملناها في بعض عشان تبقى بالشكل ده باطوال متسوية من الجنبين بعد ما خلصت المقاسات بالمسطرة والصنطي وعلمت مكان اللي خرمهم بالقلم طبعا من الجنبين بخرمهم ولضفهم برضو بالمشرط من الجنبين في كل دور هنجيب تايراب هو موجود عند بتوع القهرباء اسمه كده تايراب فيه منه كزا سمك مختلف وفيه منه الوان جيبنا تايراب بتاعنا وهنبتدي ندخله كده على فكرة هو قوي جدا جدا وبيستحمل انا ساعات بعمل به السا تاير نفسها بعلقها بيها طبعا من الجنبين عشان السطرة تمسك في المصورة نفسها هعمله بالشكل ده ناخد بالنه هو مجرد ما انت بتقفليه خلاص ما بيتفكش خالص لو قلصت تفكيه تاني لازم نقطعه وبنشيل الزوايد بتاعته ممكن تستغني بسلك الرباط ممكن تربطه بيه انا هنا ركبته هو كزا دور بنفس الطريقة وهنا بركب معاكو الجنب التاني كله بنفس الطريقة خرمته اهم حاجة تبقى المقاسات مظبوطة عشان ما فيش واحد يتلوح عن التاني هنعمل اليد بتاعت الحامل بتاعت المنظم بتاعنا هنخرم بالشكل ده في الشرايط دي ونربطهم في بعض بالتايراب ونقص الزيادة وهنركب فيهم واحدة تانية عشان تتعلق منها الطريقة سهلة جدا 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 في تركيبه مجرد ما تبطي كده على المكان اللي انت عايزات شير الزيادة وانت بقى ان يتفكى أبدا ولا اي حاجة لازم يتقص جنت بلزق هنا على حروفها ده دانتيل زي اورجانزا كده قلت يديها شكل كده حلو جمالي وهنا بلزق بقت حروفها برضو بالدانتيل بتاعي بالشام يديها شكل حلو قوي على فكرة ممكن تحطها في قط النوم قلت فيها امشوت مثلا ميكياج منظم ينفع لأي حتة انا عامدها اساسا عشان الحمام ممكن برضو في المطبخ بلفة على يد بتاعت الحامل بتاعت المنظم بتاعي ساتين كده قلت يديها شكل حلو كده احسن من اسود ده كده خلص خالص انا حطيت في يونكا فوق عند اليد بتاعت المنظم بتاعتي بستان وحطيت ألموز للموف الحمام بتاعي لونه موف فابيض عشان كده حبيت قديها يعني أطفلها لمسة موف شوية عشان تريق على الحمام انا عايزة منظمات للحمام ممكن للمطبخ اعملوا بقى الشكل اللي انتوا عايزينه عايزينها اتنين بس ممكن عايزينها تلاتة اكتر كمان لوورة بعض صفوف كتيرة عشرة حتى على فكرة حلوة بس بتتحرك لانها مش الشرايط اللي من الجنب ضعيفة مش عايزة توقف كده على حلها زي كده لا عايزة تتعلق وتتحط عليها لحاجة وهوريها لكو بكذا شكل دلوقتي شوفوا هنا بقى انا نعلقها حط فيها حاجات تشيل حاجات كتير قوي وتستحمل ومتينة بس هي لازم تتعلق على حيط عشان طرية من الجنبين ما بتقفش على حلها وكمان تنفع جدا جدا تعلاقها في الدولاب مثلا غيرات شربات تنفع قوي اي حاجات رفاية خايفة تضيع في شماعة كده على جنب وما تنسوش اللايك وشكرا لكو نما بطلب لايك فعلا بتدوني لايكات كتير شكرا لكو كنتم مع قناة ابتكرات ميرة شكرا لكو كنتم مع ، جدا اصدفتت مستحن اشتركوا في القناة